السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النهاردة ان شاء الله بنبدأ اول سكاشن العملي في مادة البرينسيبلز اف انفستنج او مبادئ الاستثمار الغرض من الفيديوهات اللي هتتعمل انك تكون فاهم العملي بشكل كويس جدا 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 من غير ما تكون حافظ المادة على شكل القوانين تكون مربط المادة كويس قوي مع بعضها بحيث انك تكون قادر انك تجاوب على اي سؤال قايم على الفهم تكون فاهم ما تكونش حافظ تاني حاجة في السكاشن دي انا اجتهدت بشكل كبير جدا بحيث ان ابسط لكم المادة وعملها في شكل انيميشنز او صور زي ما انتو هتشوفوها في اخر الفيديو بحيث تكون الفكرة وصلة لكم ببساطة ومن غير اي تعايد وفي نفس الوقت تكون فاهمينها جدا لان معظم المحتوى اللي موجود في المادة ديها تقريبا جديد عليكم بالكامل فالموضوع محتاج تبسيط بقدر الامكان انا محمد عوني حاصل على ماجستير التمويل من الجامعة الامريكية بالقاهرة والنهاردة ان شاء الله بنبدأ السكشن الاولاني وبنتكلم عن موضوع اسمه الشورت سيلنج وفي الشورت سيلنج هنشوف ايه اشكال المسائل اللي ممكن تيجي في الامتحان تختبر فهمك للشورت سيلنج وهل انت فاهم الشورت سيلنج ولا لأ بنبدأ على بركة الله طيب اول حاجة بنبدأ بيها هي types of transactions in stock exchange كلمة stock exchange بنتكلم قصدو بيها عن البورصة ايه هي انواع المعاملات اللي انت ممكن تعملها في البورصة عندي نوعين من المعاملات اول نوع اول نوع ده بنقول عليه ال in cash transactions ال in cash transactions سهلة جدا بسيطة جدا معنى كلمة in cash ان الموضوع فيه تسليم وتسلم في ساعتها لما قولك ان انت عملت in cash transaction معناه ان انت اشتريت حاجة ودفعت فلوسها في ساعتها واستلمت البضاعة في ساعتها التسليم والتسلم هنا بيحصل في ساعتها لكن ال out of cash transactions كلمة out of cash معناه ان التسليم والتسلم مؤجل عملية التسليم او عملية التسلم او ال transaction اللي انت هتعمله ده مؤجل ما بيندفعش في ساعتها او انت بتعمل transaction من غير ما يكون معاك الكاش ال in cash transactions نوعين سهلين خالص ال buying والselling والنوعين دول هنتكلم عليهم في سلايد واحدة لانهم ما فيهمش اي مشاكل سهلين جدا نوعين معتدين انت شفتهم كتير جدا زي ما هتعرف معايا دلوقتي النوعين الاول مرة تشوفهم هو short selling والmargin trading او trading on margin طيب كويس اوي short selling هيبقى section ده كله على short selling والsection التاني هيكون على margin trading طيب نبدأ الاول بالنوع ده اللي هو ال in cash transactions طيب ال in cash transactions سهل جدا بسيط جدا منطقي جدا وبديهي جدا ازاي يعني والله لو انت مستثمر في البورصة ومتوقع price increase متوقع price increase يعني متوقع زيادة في السعر طيب خلينا ناخد المثال ده على ال cip common stock لو انت عندك سهم cip موجود في البورصة المصرية طيب انت متوقع ان السهم ده هيزيد السهم ده في البورصة النهاردة today هو تقالك ان هو بعشر دولار وانت متوقع انت عندك توقع عندك expectation ان السهم ده عندك ان السهم ده هيزيد سعره هيعلى طيب بعد اسبوع يعني after one week اللي حصل فعلا ان السهم زاد زاد من 10 ل 15 فانت ايه اللي انت عملته طالما متوقع متوقع ايه اللي انت عملته ان انت اشتريت طيب في ال-In Cash Transaction انت اشتريت النهاردة لانك متوقع زيادة بكرة طيب اشتريت النهاردة على كام اشتريت النهاردة على عشرة طيب بكرة انت بعت بكام او بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة انت بعت بكام بعت بخمستاشر طيب ايه الفايدة اللي انت حققتها ايه المكسب اللي انت حققته المكسب ده 5 دولار أو 5 دولار كويس او يبقى اول نوع من انواع ال-In Cash Transaction هو ال-Poing طيب امت بتعمل ال-Poing لما تكون متوقع Price Increase لما تكون متوقع زيادة في السعر بتشتري النهاردة فعلا كلامك طلع صح وفعلا السهم زاد كمان اسبوع وصل ل 15 بتبيع طيب وبعد ما بتبيع بتكسب بتكسب قد ايه بتكسب الفرق اللي هو 5 دولار طيب النوع التاني من ال-In Cash Transaction هو انك بتبيع يبقى احنا اتفقنا ان احنا بنشتري وبنبيع طيب امت بيحصل عملية البيع بيحصل عملية البيع لو انت متوقع Price Decrease لو انت متوقع نزول في السعر فبتنع نفسك من الخسارة وبتبيع النهاردة يعني انت شايف السهم النهاردة سعره 10 دولار طيب بعد اسبوع ايه ال-Expectation بتاعك ال-Expectation بتاعي Price Decrease انا متوقع ان السعر هينزل كمان اسبوع فاللي بتعمله بكل بساطة انك بتبيع النهاردة على كم بتبيع النهاردة على 10 دولار طيب بعد اسبوع كلامك فعلا طلع صح والسهم فعلا نزل يبقى انت حمية نفسك من خسارة كانت ممكن تقدر بخمسة دولار يبقى بكل بساطة ال-In Cash Transaction هو Poying و-Selling امت بتشتري لو متوقع تلوه في السعر امت بتبيع السهم اللي معاك وركز على الجملة دي امت بتبيع السهم اللي معاك لو انت متوقع نزول في السعر او ال-Expectation بتاعك Price Decrease طيب يبقى في دلوقتي معنى تاني يهمني او انك تعرفه علشان هنشتغل عليه في السلايدز اللي جاي طيب الاسم ده بيقول هنا note that another name for Poying is taking a long position دي نوت مهمة جدا 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 انه هو في المسألة احيانا ما بيقولكش ان المستثمر ده اشترى امال بيقولك ايه بيقولك المستثمر الفلاني is taking a long position taking a long position معناه انه اشترى معناه انه بيعمل عملية Poying ومستني السعر يطلع علشان يبيع بيشتري النهاردة مثلا على عشرة وبيبيع بكرة على خمستاشر بيبيع كمان اسبوع على خمستاشر القاعدة هنا اهيت يا جماعة buy low and sell high اشتري والاسهم قليلة وبيع لما الاسهم تزيد دي بكل بساطة كانت ال-in cash transactions يبقى ال-in cash transactions هي Poying and Selling بس كده طيب الموضوع بقى الكبير اللي بنتكلم عنه اللي فيه كل الشغل هو out of cash transactions طيب اول نوع اللي هنتكلم عليه في ال-section ده هو short selling يبقى احنا بنتكلم على الجزء التاني اللي هو out of cash ال-transactions دي بقى يا جماعة ما فيهاش cash ما فيهاش تسليم وتسلم في ساعتها وما للتسليم والتسلم امتا بتشتري وبتبيع والتسليم والتسلم ما بيبقاش دلوقتي انت حاليا بتعمل transactions بس من غير cash بتعمل transaction من غير ما يكون في ايدك فلوس طيب اول نوع اتفقنا هو short selling طيب امتا بتعمل short selling بيعمل transaction ده في الحالات الاتين طيب اول حاجة you expect a price decrease you expect a price decrease انت بتقول لي ان انا اعمل short selling لو متوقع ان السهم يقل اه بقولك اعمل short selling لو متوقع ان السهم يقل طيب انا لو متوقع ان السهم يقل هبيعه طيب افرد السهم مش معاك ايوه هو ده short selling يبقى short selling انت فيه مش بتمتلك السهم انت مش معاك سهم اصلا وفي نفس الوقت انت متوقع نزول للسهم انت متوقع ان السهم ينزل بس السهم مش معاك السهم مش في ايدك عشان تبيعه تخلص منه بدل ما يخسرك طيب امال هنعمل ايه قالك اهوات you don't own the stock انت السهم اصلا مش معاك طيب short selling ثلاث خطوات اول خطوة استرف السهم استرف السهم طب ها استرفه من مين من واحد مع هالسهم طيب تاني خطوة بيعه في ساعتها وحط الفلوس في جيبك في ساعتها sell immediately يعني بيعه في ساعتها وحط الفلوس في جيبك طب الخطوة التالتة لو كلامك فعلا طلع صح وفعلا زي ما انت ما توقعت السعر قال انزل هاته من البورصة بالرخيص انزل اشتريه بالرخيص يعني اشتريه مرة تانية بسعر اقل من البورصة طيب خلينا ناخد يفهمنا الموضوع اكتر طيب consider the following example if you expect that the common stock of CIP will drop dramatically هيقع جامد جدا انت متوقع انساهم شركة في CIP الاسبوع الجاي next week هيقع بشكل كبير جدا هينزل بقى من كابل كان في وجهة نظرك هو دلوقتي بعشرين متوقع انه الاسبوع الجاي هينزل يوصل لعشرة هيفقد تقريبا مية في المية من قيمته طيب كويس جميل زي الفل طيب يبقى دلوقتي انت متوقع if you expect if you expect that the common stock of CIP will drop dramatically next week from 20 to 10 انت متوقع انه هينزل تقريبا نص امتو او 50% من امتو انا ياسف هينزل 50% من امتو الاسبوع الجاي طيب how would you profit from this expectation انت كل اللي انت بتمتلكه في الحالة دي expectation انت معك السهم لا مش معايا السهم طيب اهو الوقت كمان جاي قالك هنا if you are not a stockholder in this company يعني السهم مش معاك يبقى انت دلوقتي لو السهم معاك هتبيعه تخلص منه لكن انت متوقع نزول لكن في نفس الوقت السهم مش معاك طيب ايه الخطوات اول خطوة انت دلوقتي السهم سعره كان في البورصة 20 متوقع كمان اسبوع ينزل لعشرة حلوة او اول خطوة pour the stock خلاص استلفه هروح اشوف واحد صاحبي مع السهم ده هقوله بعد اذنك ممكن تسلفني السهم هيقولك حاضر اتفضل السهم هو اول ما تستلف السهم سل المدياتلي الخطوة التانية بيعه في ساعتها طيب هو سعره دلوقتي في البورصة كام سعره دلوقتي في البورصة 20 يبقى استلفه وبيعه في ساعتها يبقى انت هتبيعه دلوقتي بكام في البورصة هتبيعه بعشرين هتحط العشرين دولار دول في جيبك طيب الخطوة التالتة طيب الخطوة التالتة هل فعلا بعد اسبوع كلامك تلع صح ايوة بعد اسبوع كلامي تلع صح يعني ايه اللي حصل فعلا next week اللي حصل ان السعر نزل من عشرين لعشرة if your expectation turns to be correct لو انت فعلا لو انت فعلا تنبأت صح ان سعر السهم نزل وفعلا نزل and the stock price decreased دوتين وفعلا السعر نزل لعشرة ايوة لو سمحت البورصة لمه بالرخيص يعني هتنزل تلمه من البورصة بعد اسبوع بعشرة وترجعه لصحبه تاني حضرتك استلفت سهم هترجعه سهم يبقى يو كان repurchase repurchase يعني هتشتريه تاني بالبورصة يعني هتلمه تاني بالرخيص and give it back to its owner وهترجعه لصحبه يبقى انا استلفت سهم وهرجعه سهم طيب بيقول لنا هنا note that لاحظ يعني هو عملية بيع الاسهم اللي حضرتك بتستلفها يبقى نرجع تاني على الخطوات ايه المشكلة دلوقتي المشكلة ان انت متوقع ان فيه سهم من الاسهم هينزل طيب السهم ده معك عشان تبيعه وتخلص منه للأسف لا مش معايا طيب هعمل ايه هعمل شورت سيلنج ايوه ايه هو شورت سيلنج ثلاث خطوات اول خطوة استلف السهم طيب بعد ما تستلفه اول ما تستلفه بيعه في ساعتها طيب الخطوة التانية سيل الميديات لبيعه في ساعتها حطيت في جيبك كام 20 دولار كلامك تلا صح او كلامي تلا صح يعني كمان اسبوع سعره فعلا نزل ايوه سعره فعلا نزل كمان اسبوع طيب انزل بقى لمه من البورصة بالرخيص انزل هاته ب10 دولار من البورصة ورجعه لصحبه يبقى في الحالة دي انت استفدت ايه الحالة دي انا حققت بروفيت قدره 10 كان في جيبك 20 استخدمت منهم 10 بس عشان تشتري السهم مرة تانية طيب ممكن يطلع سؤال بديهي جدا 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 ويقول لي طيب هو انت بتقول لي دلوقتي هتستلف السهم من واحد هو الواحد اللي انا هستلف منه السهم ده هو مغفل يعني هو يديني السهم ليه يعني السؤال ده دايما بيتسأل لي يعني هو الراجل التاني ده اللي انا هستلف منه السهم ده هو مغفل علشان يديني السهم وانزل بيعه وبرجع له تاني السهم بعد ما انزل هو مغفل عشان يصدق كلامي وكده وعشان السؤال ده وعشان ده اكيد ظهر في دماغك دلوقتي خليني اديك المثال اللي انا عامله ده طيب البورصة هي different expectations يعني different expectations يعني طرفين كل طرف فيهم لتوقعات مختلفة تماما عن التاني طيب تعالا بقى نشرح الاكزامبل ده وفهمك الشورت سيلنج بالفعل في الحقيقة بيحصل في البورصة ازاي طيب خليني نتفق ان احنا عندنا فردين عندنا احمد وعندنا مونة احمد ومونة احمد ده حضرتك ومونة دي اللي هتستلف منها السهم كويس جدا طيب احمد ده اللي هو الشورت سيلر ايوه هو ده اللي متوقع نزول في سعر السهم هو ده اللي متوقع price decrease طيب حلو ايه اللي بيحصل سعر السهم دلوقتي 20 دولار طيب استاذ احمد متوقع متوقع ان السعر هينزل ده بتاعه طيب تمام زي الفل كمان اسبوع السهم هينزل يعني العشرة اه طيب المستقبل بقى حصل فيه ايه عد اسبوع اه عد اسبوع ده المستقبل قال لي ان فعلا كلام احمد طلع صح وفعلا السهم نزل لعشرة وفعلا احمد نزل لمه بالرخيص في الحالة دي احمد كسب طيب ما تيجي نشوف الطرف التاني طيب مونة طيب دلوقتي مونة متوقع عكس احمد تماما يعني ايه متوقع عكس احمد تماما مونة متوقع price increase مش فاهم يعني ايه مونة متوقع price increase يعني دلوقتي مونة سعر السهم حاليا في البورصة الكلام ده بالنسبة دماغ مونة سعر السهم في البورصة حاليا 20 هي متوقع ان السهم expectation expectation او توقع مونة ان السهم هيزيد هي شايفة انها هتدي السهم دلوقتي لحمد ب20 وترجع تاخده منه كمان اسبوع على 30 ده expectation بتاع مونة لكن للأسف المستقبل مجاش في صالح مونة مونة للأسف المستقبل مجاش في صالحها فبالتالي المستقبل جاه بعشرة على عكس توقع مونة فبالتالي مونة في الحالة دية تخسرت طب ما تيجي مظاير اللعبة تعالوا كده نبدل ونخلي مونة هي اللي تكسب وإحمد هو اللي يخسر طيب شوف كده معايا طب يلا تاني نعيد القصة تاني من الأول يلا جماعة عندي أحمد عندي مونة أحمد ده حضرتك انت الشورت سيلر انت اللي متوقع ان السعر هيقل كلام جميل كلام كويس طيب السهم دلوقتي بكام السهم دلوقتي في البورصة سعره عشرين إيه بتاعك أنا متوقع انه سعره ينزل لعشرة ده بتاعي جميل جدا أنا متوقع انه ينزل فبالتالي هروح هعمل شورت سيلنج هستلفه وبيعه وحط عشرين دولار في جيبي واستنى لما ينزل شوف بقى المستقبل جه ايه اوبس المستقبل جه تلاتين كمان أسبوع أنا كنت أحمد كان متوقع ان السهم ينزل بس ايه اللي حصل يا جماعة في المستقبل اللي حصل والله في المستقبل ان سعر السهم زاد على عكس توقع أحمد أحمد كان متوقع ان السهم هينزل لعشرة بس للأسف اللي حصل في الحالة دية ان السهم وصل لتلاتين يعني أحمد المفروض يعمل ايه أحمد دلوقتي نزل البورصة فقبل ما الاسبوع يجي أحمد عمل ايه كان السهم بعشرين عمل شورت سيلنج استلف السهم من منع باعه في ساعتها حتى عشرين في جيبه لكن بعد اسبوع السهم وصل لتلاتين أحمد غصب عنه مطلوب انه ينزل البورصة ويلم بالإيه يا جماعة هيللم المرة دي بالغال هينزل يلم بتلاتين دولار علشان يرجعوا سهم تاني لمونة في الحالة دي أحمد خسر لكن نيجي على الطرف التاني نيجي على مونة بقى مونة السعر السهم كان عشرين توقع ويرجعه لها تاني بس المستقبل جه في صالح مونة زي ما توقعت بالظبط تخيلوا يا جماعة سلفت السهم الأحمد على عشرين والمستقبل جه فعلا في صالحها وفعلا وفعلا السهم زاد تلاتين تخيل هي كانت مدية السهم الأحمد على عشرين وخدته منه تاني بس على كام يا جماعة على تلاتين وفي المثال بقى إن البورصة كلها عكس بعض كل واحد بيتوقع حاجة عكس التاني تماما بنيجي للجزء الأخير في السكشن بتاع النهاردة وهو أهم جزء مسألة شاملة بتوريك إزاي جزء زي الشورت سيلنج ده ممكن ييجي في الامتحان طيب بيقول 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 أبلز ستوك يعني سعر ساهم قبل النهاردة في البورصة كام يا جماعة سعره النهاردة في البورصة ستين كويس طيب بيقول في كل المواقف اللي موجودة قدامك ديت اللي هما الـ for each of the following situations calculate احسب the gain أو المكسب أو الخسارة ذات علي realizes if he makes 100 share transactions يبقى الراجل ده معاه ميتسة وفيه 3 transactions 3 حاجات هو عملهم في البورصة تعال نشوف كل واحد فيهم ايه المكسب وايه الخسارة كويس او يلا اول حاجة فيهم اول حاجة فيهم بيقول بيقول هو اشترى على 60 وباع على 75 يبقى الراجل ده محقق 15 دولار لكل سهم بس احنا بنتكلم علي يا جماعة احنا بنتكلم على 100 share transaction يبقى 15 في 100 بألف وخمسمية بروفت الراجل ده محقق هم كويس اوي ده بالنسبة ل situation الاولين طيب situation التاني بيقول هيا واضح هنا انه عمل يعني يعني نزل البورصة السعر النهار ده كان 60 استلف السهم باعه بساعتها حط 60 في جيبه طيب يبقى هيا ورجع كمان فترة اشترى تاني نزل يلم من البورصة ده الاسهم اللي هو استلفها بس رجع يلم على كم يا جماعة رجع يلم على 45 يبقى الراجل ده عمل شورت سيلنج ازاي نزل البورصة نزل البورصة استلف السهم على 60 وباعه في ساعتها وحط 60 في جيبه بعد كمان اسبوعين بعد شهر بعد سنة الراجل فعلا كلامه طلع مظبوط والسهم نزل ل 45 فنزل يشتريهم تاني عشان يرجعهم لصاحبهم ما هي بورو ديستوكس خلي بالك نزل يلمهم تاني بالرخيص على كم على 45 وبالتالي هو محقق بروفت قد ايه محقق بروفت 15 لانه هو اول ما باع باع ب 60 وحطوهم في جيبه ورجع تاني في البورصة يشتريهم عشان يرجعهم لصاحبهم فلمهم بالرخيص على 45 وبالتالي الراجل ده محقق 15 دولار لكل سهم في 100 سهم عندنا يبقى الراجل ده محقق بروفت 1500 او محقق جين نيجي الاخر فيهم اللي هو التالت بيقول هي سيلز شورت برضو واضح انه عمل يعني للمرة التالتة يعني الراجل نزل البورصة استلف السهم وباعه في ساعتها طيب باعه في ساعتها يعني باعه في كام باعه بال الهو 60 كويس اوت بس رجع يشتري تاني كاميرا مع 75 الله ايه بقى اللي حصل في الحالة الاخيرة دي والله اللي حصل في الحالة الاخيرة ديت ان الراجل عمل يعني متوقع نزول يعني كان عايز ينزل يلم بالرخيص كمان فترة عشان يرجع الاسهم لاصحابها لكن للأسف اللي حصل في الحالة الاخيرة ديت ان السهم سعره زاد سعره ما قلش يبقى الراجل دلوقتي عمل شورت سيلنج تمام نزل البورصة باع استلف السهم وباعه في ساعتها فدلوقتي الراجل في جيبه 60 كمان اسبوعين مع درج ترجيع السهم لصاحبه ونزل يلا عشان يلم بالرخيص لا ملاقهوش بالرخيص قمان لقى ايه لقى بالغال يا جماعة لقى ب75 فبالتالي الراجل ده دخل هنا في شورت سيلنج بس هنا هيخسر لانه المراد هينزل يلم بالغال هو كل اللي في جيبه 60 لكن عشان يشتري فبالتالي هو خسران 15 في مية يبقى خسران 1500 يبقى في الحلالي هو عمل بس خسر يارب يكون مفيد وتكونه فعلا في شورت سيلنج وان شاء الله نتقابل المرة الجاية في تانية ومواضيع عملي اكتر والموضوع ان شاء الله اللي عليه الدور هو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته